تنفيذا للمرسوم الامري الصادر عن حضرة صاحب السمو امير البلاد القائد الاعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اقامت وزارة الدفاع مراسم تعيين اللواء الركن محمد خالد الخضر نائبا لرئيس الاركان العام للجيش وترقيته الى رتبة فريق وهناء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح بهذه المناسبة نائب رئيس الاركان العام للجيش الفريق الخضر على الثقة الغالية التي اولها اياه سمو امير البلاد مهتمنيا له توفيق ونجاح في مهام عمله بهذا المنصب الجديد حضر مراسم التعيين رئيس الاركان العام للجيش الفريق الركن عبد الرحمن محمد العثمان ووكيل وزارة الدفاع جسار الجسار واعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار قارة الجيش